طيب ميش خلاص رتبوا بقى كل حاجة لحد ما ناجي ميش باي باي ما صدقت أخدت يومين من التصوير فعلا مش صدقنا أنه أرجع على الشغل تاني كويس هترتاحي من الملل اللي أنت عاش فيه أنت داية لما أنا قلت أنت جوز مميل؟ ردوة هو أنت أكرم لو كان عرض عليك الجواز كنت هتوافق؟ اللي بنفتح السيرة دي دلوقتي أنا عايز أعرف ملك يا علي فيه إيه؟ وأنا كلما أكلمك على أكرم تقاضي تقولي لي ملك في إيه؟ ما تجاوبي أيوة يا علي عشان مش عايزة نحن نعود نتكلم عن أكرم هم الفتحتي ليه صرتهم بارح؟ وقلت إن الجواز منه حلو مش ممل زي جوازي وأنت بقى بتتصنت علينا مش بتتصنت أنا كنت داخل لقودة وسمعتكم أنا نورة كنا منتكلم وبنهذر، بنهذر عادي بتهذروا؟ تقوليك الجواز من أكرم حلو تقولي لها آه متخيلة؟ آه دا انت حافز بقى الكلام كان نفسي الهزار في الكلام الحلو دا يبقى علي أنا يا ردوة أنا فعلا مش صدق إلا أنا بسمعه ردوة نورة لازم تمشي من البيت يا ردوة ما تخافش أنا مش ماما أنا مخفتش على فكري أعد لوحدك لي ما فيش كنت بشرة بحاجة وهتحرق دلاتي رايح فين؟ أنا ممكن أوصلة هتوصليني؟ أه ممم طب أنا رايح هشاغيتندق مممممممممممممت مش هتندمي على فككلة بس بشول وفقت قبل معرفكم هنروح نيك متكلم وندردش بس بس يا تيمو؟ ليه كده؟ هو كده دا استعيلي أحب كل حاجة تيجي بالراع بروائك نتعرف على بعض الأون وإحنا لسه نتعرف خلاص يا تيمو يبقى أنت بقى بالنسبينلي لسه تيمو ابن صحبتي هاخدك فسحك وشربك عصير وأكلك عيس كريب وروحك لماما لا تقلق عليه خلاص 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 يا ستة نتعر أهو أحسن مما فيش برضا أيوة كده مالك يا حبيبتي وقفة كده ديه هحلق لك دقنك بتعليه لي دقني؟ ايه؟ ما تحبش؟ لا أحب طبعا يا حبيبتي بس هتعرفي آه طبعا دي حاجة سهلة خالص ما هلوش لازمة دلوقتي عشان مستعكل بس لا معلش أنا حب أحلق لك دقنك وبعدها هعمل لك مساج عشان تسترخي وعدراتك تفوك دي إيه لي تكبارها في الماغي خدوقتي يا مش انت عايزي أخد بالي منك على طول مش ده أهم دور الست بتعامله في حياتها؟ اه يبقى خلينا عمل دوري حبيبتي تعالي قرأ لا ما بتعرفيش بلاش لا 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 ما تقلقش أنا مزاكرة كويس جدا مزاكرة كويس؟ قصد قصد شطرة شطرة في حلقة الدال حياتي طب خلي باليك بس من راحة يا ماريان اتخلي باليك يا ماريان حبيبتي يا فهمي ما لك حبيبتي فهمي تعالي قرأ حبيبتي فهمي آه